هذا سلمك الله هو المختصر المشهور المعروب مختصر خليل عند المالكية طبعا طبعاته كثيرة جدا ومخطوطاته كثيرة جدا والشروع كثيرة أيضا أي مكان نعني همنا الآنب التي بين أيدينا ما ميزته هذه الطبعة هذه أولا قام على تحقيقها وضبطها وتلوينها وتفقيرها وخدمتها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محفوظ ابن ساعد بو كراء والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحق بن أحمد بو ربيعة وكلاهما من الجزائر وهما قد أقام هذا الكتاب على طريقة ونسق الدرس الجزائري لهذا المختصر قسموه إلى عدد من الدروس وشيء من ذلك وهي طريقة أيضا كانت معروفة في بعض الشروح القديمة المهم المقصود هذا الكتاب وهو مختصر خليل وهو الأصل عندنا جاءوا وأرادوا إخراجه لإخراج التالي أتوا بنفس الكتاب لمختصر خليل ولم يرجعوا نسخ خطية إلا واحدة قالوا أنها جيدة وهي نسخة أزهرية قريبة العهد المؤلف نسخة خطية واحدة طيب أولوا على نسخة العلامة الدردير لما شرح الكتاب مختصر خليل قالوا فإنه كان من أضبط النسخة التي اعتمد عليها فجعلوا النسخة التي اعتمد عليها الدردير في شرحه لكتاب مختصر خليل هي الأصل عندهم ويقارنون على بقية ما ذكره الشراح من اختلاف النسخ فجمعوا بقية الشراحة والكتب المطبوعة في شرح خليل شرح الزرقاني شرح الحطاب شرح فلان ما ذي شرح المواقلة ما حطوا التاج والإكليل ما حطوا لماذا المقصود وعليش ومدني من أتوا الخراشي وضبطوكي الخراشي وأتوا بهذه الشروح وجعلوا ما ذكروه على أنه اختلاف في نسخة له أثر فقهي فكانوا يعلقون على ذلك فكانوا يذكرون ما ذكره الشراح على أنه في إحدى النسخ كذا ومن ذكرها هذه وضحت الآن طب هذا من ناحية المقابلة الآن ثم الكتاب فيه ثلاثة مضافات إضافات ثلاثة الأولى تلميذ الخليل وهو القاضي بهرام بهرام هذا أضاف بابا سمه باب المقاصة أضافه باب المقاصة وهو هذه الإضافة الصغيرة أمكن عاش راسة تقريبا في هذه الطبعة تقريبا وهو إضافة منه جرت يقول كل ما وقفنا عليه من النسخة المخطوطة والمطبوعة وحتى شروح مخطوطة خليل تعد هذه الإضافة من أصل الكتاب ويشرحونها وهي موجودة فاتمجت على أنها من ضمن الكتاب هذه أولا مضافة القاضي بهرام وهي من تلميذ المؤلف توفي ثمانية وخمسة وضحت الثاني لإضافة ثانية كانت العلامة المجاجي العلامة المجاجي جاء إلى وأضاف بابا كاملا وهو باب المغارسة أحكام المغارسة وطبعت ترى مستقلة وشي من ذلك حتى شرحت كأس مستقلة لكنه هو أضافها في أصل المختصر خليل ليغطي جانب النقص فيها ويقالوا أن هذا محل يذكر فيه أحكام مغارسة وليست في المختصر فأضاف هذا الكتاب هذا المختصر يقول ليست في النسخة الخطية ولا هي حتى في الشروح ترى المعروفة للمال المختصر خليل لكن يقول وجدناها في المطبوعات الحديثة وشي من ذلك فأبقوها على ما هي علي على أنها في المختصر خليل وضحت الآن وضعوها في الحاجة في الأصل وضعوها لا لا في الأصل في الأصل هذه المضافة كم؟ ثانية الثانية الثالثة كانت لهم هم أتوا لكتاب اسمه كتاب الجامع وهي عبارة عن رسالة مفردة لنفس خليل أفرده كطريقة المالكية المعروفة أنه في آخر كتاب يجعله كتاب اسمه الجامع فيه من ذكر الآداب وأشياء كثيرة من هذا الباب وهي الإثلالة مفردة ألفت فألحقوها بآخر الكتاب وحققوها على أربع أو خمسة ونسخ خطية ذكروا في المقدمة وضحت الفكرة الآن أما الكتاب فعنوانه متن المختصر لأنه ما هو ما سمى هالمؤلف طبعا فيه فروع المذهب المالكي ومعه كتاب الجامع طبعا ملونة ومميزة أما المختصر فهو العلامة خليل بن إسحاق الجندي المصري أن توفى عام سبعمائة وستة وسبعين الهجرة رحمه الله صاحب العرف المختصر خليل والكتاب السيارة المعروف شوف بعد ذلك عندنا ندخل فيما يلي هذه الطريقة أن شاءها لاحظ معي إيش فعلوا الآن الطريقة الترميز هذه أولا تلاحظ هذا الدرس رقم كم حطها الدرس رقم كم هذا الدرس هذا الدرس رقم فلان هذا الدرس الذي بعده يعني هذا الشرح في درس واحد هذا الطريقة الجزائرية أو بعض الشراح هذا التلوين ما هو التلوين لترى هي عبارة عن لمعرفة بداية الجملة ثم ما بينها عبارة عن الجمل الاعتراضية وإلا فأصل الكلام إذا جاءت من أول أوصله تطلع عندك الجملة واضحة وأما الذي بينهما فهو جمل عبارة عن مسائل جديدة تصلح أن تكون معطوفات وصور جديدة لهذه المسألة وضحت الآن يعني هذه جملة اعتراضية فإن كان في الصفح أكثر من عنوان أو أما صح أكثر من لون فالمقصود أن هذه جملة وهذه جملة وهذه جملة وضحت الآن هي بهذه الطريقة الكتاب مشكو من أول يخر كما ترى ما هي هذه النقطة الحمراء يمكن باين لك أولدي وهذه إن شاء الله تبان للجمهور النقطة الحمراء هذه النقطة الحمراء يقول عندهم طريقة في الجزائر أنهم كانوا يجعلون النقطة الحمراء عند انتهاء الجملة أو شيء من ذلك والنقطة الحمراء تقوم مقام الفاصلة في الترقيم الحديث المشهور المعروف الآن وضحت وأنا قل ليتم حافظوا النقطة الحمراء ما لها أي معنى لأن الفاصل الآن صارت متداولة مشهورة والعمل عليها الآن وهي تحل محل ناص وما يحتاج نقطة الحمراء كان قلت يخففهم الألوان ما صارت مقبوسة بالألوان هذه كما ترى طبعا هذه الأرقام ما هي ولدي إن شاء الله يبالي الأخوة هنا هيبالي لكم شوفها الأرقام اللي بعد الأرقام الأرقام عبارة عن المسائل مسائل مسائل يعني أن هذه مسألة مستقلة ومسألة بهذه الطريقة وضحت هذه مسائل مستقلة وعددها وكبير جدا كما ترى هذا بداية تشوف لما جاءوا إلى إلى مضافات هذه المضافة هذه لما جاءوا عند موضوع إضافة المتين وخمسين هذه لما جاءوا عند أنبهوا على أن هذه المضافة هذا شوف هذا الشيء يشكرون عليه لاحظ لما جاءوا إلى باب المقاصلة قالوا ما شكتبوا باب مضاف إن شاء الله يبالي يخشوا باب مضاف من أضافه مكتوب باب إضافة بهرام هذا الأول وهو هذا عبارة عن هذا الأسطر فقط وضحت بعد رجعنا أصل الكتاب ثم جاءوا إلى ثاني الإضافة الثانية بعد ذلك وهي هذه الإضافة وهي إضافة المجاجي لاحظ معي مكتوب هنا إن شاء الله بل الإخوة شوف باب مضاف وهذا كامل مغارسة للمجاجي وهذا إضافة التي اقتدنا قبل قليل ثم بعد ذلك لما انتهوا من كتاب كاملا جاءوا إلى الكتاب الأخير وهو كتاب الجامع هو للعلامة خليل لكن أضافوه الجليل المختصر خليل ولأن العلماء المالكية من طبيعة من المختبون وكتب الفقهية بكتاب الجامع وهذا هو كتاب الجامع كما ترى ويرى الإخوة الأفاضل وقد حققوه على أمس خمسة نسلة خطية وهو قطبع طبعا هذا مستقيل ترى عموما يعني يعرف هذا وفقهم الله والكتاب مطبوع في مجلد من اصدارات دار المعراج بدمشق